يقول السائل أشتغل في تجارة بيع العطور وأسأل عن كيفية إخراج الزكاة هل أخرج الزكاة من عين العطور نفسها أم كيف يكون ذلك ما يجب على التجار ومنهم بائع العطور من الزكاة مشمول بالنصوص التي جاءت بإيجاب الزكاة من مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيباتي ما كسبتم والتاجر في العطور أو في غيرها يشاهد ثلاثة أنواع من الأموال تجيب الزكاة فيها فأول ذلك السلع المعدة للبيع مثل العطور التي جهزها للبيع والثاني المبالغ النقدية الموجودة عند صاحب هذه التجارة سواء دار عليها الحول أو لم يدر لأن حول زكاة التجارة هو حول أصلها من النقود والأمر أو النوع الثالث الديون التي تكون لصاحب هذا المحل على غير المعسرين وغير المماطلين فهذه أيضا تجب زكاتها وإخراج الزكاة فيما أعدى للبيع يكون بمعرفة قيمتها في السوق ثم إخراج ربع العشر من قيمتها يعني بمقدار 2.5 في المئة وبالتالي نعلم أن الواجب إخراج الزكاة من القيمة وليس من أعيان هذه الأموال التجارية ترجمة نانسي قنقر